نذكر غنيت سيد مكيوي وقلي قال الأرض بتتكلم عربي احنا جربت كلمة فرنسوية واليوم العالم يحكي كورة الحدث العالمي اللي انطلقنا لحد وباش يدوم شهر باش يخلي الناس وخاصة عشاق الكورة عشاق كورة القدم يركزوا معهم على الفرق واللعب والخطة والتكتيك والتحكيم والفار والكواليس والفستيغ والجمهور باش ينسيوا شوية مشاكل باش يأجلوا الأحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها باش يأجلوا الأحديث على المناخ والانحباس الحراري باش يأجلوا مشاكل الحديث عن مشاكل الهجرة وجول الوقت باش يكون مخصص للكورة هذا طبعا في النقاش العام وحديث الناس خاصة في الدول اللي الكورة فيها عندها أهمية كبيرة مرشا أول نسخة لكأس العالم كانت عام 1930 في الليغو جوي أول كوب ديوموند ومن وقتها وكيس العالم تقام كل أربع سنين توقفت مرتين عام 1942 وعام 1946 بسبب الحرب العالمية الثانية تلعبت 22 نسخة منذ أول كوب ديوموند في الليغو جوي عام 30 أكثر منتخب تتويجيت هو البرازيل بخمسة ألقاب والمنتخب الفرنسي هو بطل آخر نسخة عام 18 في مونديال روسيا وكان انتصر على كروسيا بأربع هداف مقابل اثنين ترجع فكرة إقامة كأس العالم إلى أول اجتماع للاتحاد الدولي لكورة القدم عام 1904 وكان هداف في باريس وبحضور سبعة دول اللي كانت وقتها سويسرا بلجيكيا دنمارك فرنسا هولندا اسبانيا والسويد وتبنى الاتحاد الدولي فكرة إقامة بطولة عالمية لكورة القدم بعد أن استغرق القرار هداف وقت طويل طويل خطر ما تفقوش من لول وبعد التفق عليه وبعد عديد عديد الصعوبات وكانت أبرزها صعوبات هذه هو رفض اللجنة الأولمبية الدولية لفكرة البطولة لماذا؟ على خطر كانت خايفة من تأثيرها على الدورات الأولمبية العريقة وزيدة كانت خوفهم من سيطرة الاتحاد الدولي على اللعبة أكثر شعبية في العالم ويظهر لي في وقتها كانوا عندهم الحق خطر هوا توقعدين نشوفوا في إمبراطورية الفيفا أول نسخة كما قلنا عام 30 كانت جمعت في النهائي الأوروغوي والأغجنتين في ملعب السنتيناريو بمونتي فيديو العاصمة الأوروغوية 1930 إلى 2022 من الأوروغوي للقطر واسنة شكومش يرفع الكأس الإجابات تكون نهار 18 نوفمبر لاربعة متاع العشية في ملعب لوسيل أمام ثمانين ألف متفرج نهار بعد الانتخابات التشريعية في تونس الانتخابات اللي بيش تعطي برلمين جديد البرلمين اللي بيش يكون منقوص من 7 نواب بما أنه 7 دوائر ما فيها حتى مترشح برلمين جديد انتخابات بيش يتم بقانون انتخابي جديد بعد دستور جديد 24 يوم تفصلنا على هذا الموعد نتمنى أنه منهون الغادي نلقاو حل لمشكله نفايت في سفيقس نتمنى أنه صندوق النقد يمضي على القر نتمنى أنه التونسة ماينسيوش بيش يخدمو وإن شاء الله مربوحة لتونس اليوم ضد الدرمارك عندي كلمة